اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال الإمام أبو داود رحمه الله في سننه باب في مشي النساء مع الرجال في الطريق قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن أبي اليمان عن شداد بن أبي عمر بن حماس عن حمزة بن أبي أسيد الأنصالي عن أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من نصوقها به بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً يا رب العالمين هذا الحديث أيها الإخوة في أدب مشي النساء مع الرجال في الطريق وقد حدث أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المسجد فرأى النساء مع الرجال في الطريق يختلطون فالنبي عليه الصلاة والسلام وجه النساء أن يأخذن بحافات الطريق ألا يأتين في وسط الطريق لأن هذا وسط الطريق للرجال والرجال غالباً ما يسرعون في مشيهم وربما تكون معهم حاجاتهم وأحمالهم وأغراض كثيرة يشتغلون بها فلا يصلح وسط الطريق للنساء لمشي النساء لأن المرأة المسلمة تمشي وهي خفرة تمشي وهي حيية تمشي وهي تحرص على سترها وعلى حيائها فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشدهن إلى ما فيه صلاحهن ليس لكنا أن تحققنا الطريق ليس لكنا أن تأتين في وسط الطريق وتزاحمنا الرجال وهذا الأمر أيها الإخوة قضية الفصل بين الرجال والنساء حتى لا يقع الاختلاط إنما هو من باب درء المفاسد ليس اتهاماً لأحد وليس احتقاراً لطرف ورفع لطرف آخر إنما هو من باب درء المفاسد والمرأة المسلمة من حقها على المجتمع وعلى الرجال أن يعملون على صيانة عفتها وكرامتها والمحافظة عليها ومن هذا ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة تأخذ بحواف الطريق حتى لا تزاحم الرجال لأن الرجال كما قلنا في مهنتهم وفي أعمالهم وفي أحمالهم وفي مشيهم يختلفون عن النساء فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام وجه النساء أن يأخذن بحواف الطريق ونؤكد مرة أخرى أن هذا ليس احتقاراً للمرأة بل هو من باب صيانتها والحرص على عفتها وكرامتها حتى لا تحتك بالرجال وحتى لا تتأذى ربما من بعض ما يحمله الرجال من الأحمال أو من الأمور التي تتعلق به قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن داود بن أبي صالح المزني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي يعني الرجل بين المرأتين يعني هذا يأتي في سياق نفسه أن يكون النساء في الطريق فيأتي الرجل يدخل نفسه بينهم هذا لا ينبغي ينبغي أن يكون الرجال في مشيهم وفي مجالسهم وفي طرقاتهم متميزين يعني بعيدين عن الاختلاط والاحتكاك بالنساء فعندما يمشي الرجل بين النساء بين المرأتين أو بين الأكثر هذا في الحقيقة يضيع هيبة الأحكام الشرعية التي حرصت على عفة المرأة وحرصت على دين الرجل لأن الشيطان يسعى بين الرجال والنساء خاصة في أمثال هذه المواطن لأنه عندما يقع الاختلاط والاحتكاك تثور الشهوة ويسعى الشيطان ويجلب ويحرك في الرجال وفي النساء أموراً كثيرة مما يحبها الشيطان ويبغضها الله سبحانه وتعالى وقد ورد في الأحاديث أن رجلاً من المسلمين خرج فمشى في الطريق وإذا بامرأة تسير في الطريق من المسلمات فنظر كل منهما إلى صاحبه طريق خالي لهم فظن كل منهما أن الآخر معجب به فالرجل مشى وهو ملتفت إلى المرأة ولا يعي طريقه لا يلتفت إلى طريقه يظن أن المرأة تفكر فيه وأنها وسوس إليه الشيطان بهذا قال فاستقبله الحائط فشق أنفه لا يدري هو من المشي يظن هو التفت إليها يظن أنها معجب به وأنها تفكر فيه وهي أيضاً ربما ألقى الشيطان فانصرف عن الطريق متفكراً متأملاً فيها ينظر إليها وهو لا يدري حتى اصطدم بالحائط وهو لا يشعر فشق أنفه يعني شج رأسه وسال دمه بسبب هذا يعني فالقضية يعني مسألة تتعلق بالمحافظة على الخلق وعلى الحياء وعلى كرامة المرأة المرأة مكرمة لا يوجد دين ولا مجتمع ولا حضارة حرصت على تكريم المرأة كما حرص الإسلام عليها وهذا السطر وهذا الإلزام بالحياء وبهذه الأحكام إنما هو من باب المحافظة عليها من باب المحافظة عليها يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيمة هذا هو المقصد ليس المقصد احتقار المرأة بل المرأة جوهرة مصونة المرأة معززة مكرمة ينبغي أن تكون كذلك ولا يصلح أن يبقى هذا الأمر هذه الصيانة وهذا الإكرام مع الابتذال مع كونها مختلطة في مجامع الرجال ينظرون إليها وتنظر إليهم ويحتكون بها وتحتك بهم أين الكرامة وأين الصيانة وأين الحفاظ نعم قال رحم الله باب في الرجل يسب الدهر قال حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان وابن السرح قال حدثنا سفيان عن الزهرين عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار قال ابن السرح عن ابن المسي بمكان سعيد والله أعلم نعم هذا من أخلاق الجاهلية ومن أعمالهم الفاسدة ومعتقداتهم الباطلة أنهم ينسبون الخير والشر والتصرف إلى الدهر والدهر هو الزمن والله سبحانه وتعالى على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام هنا كما بيّنه لنا قال يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر وقضية الأذى هنا أيها الإخوة ليست على حقيقتها يؤذيني يعني هذه من باب المشاكلة اللفظية لأن الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أحد أن يصل إليه ولا أن يؤذيه والله سبحانه وتعالى هو القادر وهو القوي وهو الجبار وهو المتكبر وهو القوي وهو القهار لكن هذا فيه بيان لسوء أدب من يفعل ذلك سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى سوء خلق أن يسب المرء الدهر يسبه لماذا؟ تباً للدهر قبُح الدهر من الذي خلق الدهر؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه فهذا عندما يسب الدهر يسب الذي خلق الدهر يسب الذي خلق الدهر وإن كان لا يستطيع أن ينال من الله شيئاً ولكن هذا من باب سوء خلقه وتنبيه على أن من يفعل ذلك أنه مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى ومعتد على حق الله تبارك وتعالى فالله سبحانه وتعالى له التوقير وله التكريم وله الرفع سبحانه وتعالى جل وعلا عن خلقه هو القهار هو القوي فلذلك هذا في حق المخلوق لا يجوز له أن يقول ذلك لأن الذي خلق الخلق وخلق الدهر وقدر الأقدار هو الله سبحانه وتعالى فإذا رأى المرء شيئاً يسره يجب عليه أن يشكر الله عليه وإذا رأى شيئاً غير ذلك عليه أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى يسأله اللطف يسأله العفو يسأله المغفرة لكن أن يبادر إلى سب الدهر ما شأن الدهر الله هو الذي خلق الدهر فإذا سب الدهر كأنه سب الله تبارك وتعالى كأنه سب الله تبارك وتعالى وهذا يعني له أمثال النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله من لعن والديه لعن الله من لعن والديه كيف يلعن المرء والديه هذا عند الناس الأسوياء قد يكون عند المنتكسين المرتكسين أمراً مألوفاً لكن عند الناس الأسوياء والعقلاء والمسلمين لا يمكن أن يتصور أن يسب المرء أباه قالوا كيف يسب المرء أباه يا رسول الله قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه يعني يتسبب في سب أمه وأبيه كأنه سب أمه وأبيه عندما سب أم الرجل وأباه فهنا الذي يسب الدهر يسب الخالق لهذا الدهر يسب الله سبحانه وتعالى وهو المتعالي عن كل شيء وهو العزيز وهو الكريم وهو المتكبر وهو الخالق وله الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى نعم هذا أيها الإخوة من بابي بيان مباعدة أخلاق الجاهلية ومن باب مباعدة العقائد الباطلة ومن باب وضع الأمور في نصابها ومن باب اليقين بأن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء وهو القادر على كل شيء لا يأتي بالخير إلا هو ولا يدفع الشر إلا هو سبحانه وتعالى فيجب أن يصحح الإنسان المسلم نظرته لهذه الأمور وأن لا يعتدي وأن لا يتجاوز وأن لا يقع في مخالفة الشرع بهذا أيها الإخوة الأحبة نأتي إلى ختام كتاب الأدب وكتاب الأدب هو خاتمة هذا الكتاب المبارك سنن أبي داود هذا الكتاب الذي ابتدأناه قبل 12 سنة تقريباً تتأنى التدريس فيه وكان ذلك في مجالس زادت على الألف زادت على ألف مجلس ونأتي في هذه الليلة إلى ختام هذا الكتاب شرح هذا الكتاب المبارك هذا الكتاب سنن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الإمام العظيم من أعظم أئمة الحديث الإمام سليمان بن الأشعث أبو داود رحمه الله هذا الإمام العظيم الذي ولد في بداية القرن الثالث الهجري في سنة مائتين واثنين وتوفي في عام مائتين وسبع وخمسين نعم عمره يعني خمس وخمسون سنة رحمه الله وأجزل مثوبته هذا الكتاب من أعظم الكتب هناك كتب حديث كثيرة لكن هذا الكتاب تميز عن كتب السنة التي سبقته صحيح البخاري وصحيح مسلم هذه الكتب العظيمة التي هي الآن أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى وهي مرجع المسلمين وهي التي تبعث في نفوسهم الطمأنين بحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هذا الكتاب وإن جاء بعدها إلا أنه تميز بأمر آخر أمر أن هذا الكتاب اختص بالسنن وسمي هذا الكتاب بالسنن وجاء بعده سنن سنن النساء والترمذي وغيرها كل هذه كتب السنن تميزت عن كتب الحديث السابقة كتب الحديث السابقة كانت تذكر الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في كل الأبواب في أمور الأعمال وفي أمور الدنيا وفي أمور الآخرة لكن هذه السنن ومن أول من اعتنى بالتصنيف والتأليف على هذا المنهج أبو داود هذا بل إن بعض العلماء يقول إنه أول أول من اختط هذا المنهج هذا المنهج ما هو؟ أنه كان يجمع الأحاديث المتعلقة بالأعمال بالسنة العملية يعني ما يتعلق بالأحكام أحكام العبادات أحكام الإنسان المسلم الصلاة والزكاة والحج والجهاد وكل ما يتعلق بهذا حتى نهاية الكتاب هذه لا يذكر فيها لا يعتني بكتب الزهد ولا بكتب الرقائق ولا بكتب يعني الحديث عن اليوم الآخر ولا الحديث عن الأمور الأخرى المغيبات ولا النبوات ولا الرسالات لا يعني هو كان اهتمامه بهذا المنهج وهو التأليف جمع الأحاديث التي تتعلق بالأحكام العملية معنى الأحكام العملية الأحكام الفقهية التي يحتاج إليها الإنسان المسلم في حياته هذا أبو داود كان من أول من ألف في هذا على هذا النحو رتب الأحاديث على أبواب الفقه رتبها على أبواب الفقه يعني كترتيب كتب الفقه وأبواب الفقه هذه أيها الإخوة فيها ترتيب منطقي عجيب في أبواب الفقه هذا لأن بعضها يقدم باعتبار أهميته وحتى في داخل الكتاب تجد ترتيباً عجيباً ولنأخذ مثالاً على ذلك مثال كتاب الصلاة كتاب الصلاة الصلاة قدمت على غيرها على الزكاة وعلى الصوم وعلى الحج وعلى غيرها من الأعمال وعلى البيع وعلى غيره لماذا؟ لأن الصلاة أهم وأعظم الأركان أركان الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي الركن الثاني لكنها بالنسبة لما بعدها هي الركن الأول الصلاة فالصلاة العلماء في الفقه يبتدئونها بمقدماتها إذا أراد الإنسان أن يصلي ماذا يجب عليها أن يعمل؟ أول الأعمال الطهارة الطهارة والطهارة تحتاج إلى ماذا؟ الطهارة بماذا؟ بالماء فيبحثون أحكام المياه والمياه تحتاج إلى آنية حتى تغترف هذه فيذكرون أحكام المياه وأحكام الآنية يعني كلام منطقي كلام منطقي يقود بعضه إلى بعضه وهكذا ثم تأتي الفرائض مرتبة ثم تأتي بعد ذلك النوافل ثم تأتي بهذا الترتيب ثم تأتي بعد ذلك الصلوات الخاصة يعني صلاة الكسوف صلاة الجنازة إلى آخره صلاة السسقاء يعني ترتيب عجيب ثم بعد ذلك ينتقلون مثلا إيطاء الزكاة والزكاة وأنواعها وهكذا كل هذا في أبواب هذه تسمى أبواب الفقه يعني ترتيب أبواب الفقه فأبو داود رحمه الله رتب سننه جاء بالأحاديث هذه ووضعها وصنفها على أبواب الفقه مرتدئا بالصلاة وهكذا في بقية الأبواب في كتاب أبي داود هذا ستة وثلاثون كتابا في سننه هذا كتاب الصلاة كتاب الزكاة الصوم الحج إلى آخره ستة وثلاثون كتابا تحت كل كتاب جملة من الأبواب تقل أو تكثر بحسب أهمية الباب يعني الأبواب أجزاء متعلقة بالكتاب نفسي الكتاب هذا مجزة إلى أبواب فكتاب الصلاة مثلا تحته أبواب كثيرة لأنه أهم لكن تأتي في كتاب العتق مثلا عتق الأرقاء تجد تحته يعني أبوابا قليلة لكن جملة هذه الأبواب في الكتاب قلنا عدد أبواب الكتاب عدد الكتب في السنن ستة وثلاثون كتابا تحتها ألف وثمانمائة وواحد وسبعون بابا تختلف الكتب فيما بينها يعني ليست متساوية في كل باب في كل كتاب أبواب محددة لا تختلف هذه بحسب أهمية الباب وبحسب ما يرد فيه الكتاب هذا شرح الله صدر صاحبه له فنقحه وبحث فيه ونظر فيه وجدد فيه ودرسه قرابة أربعين سنة أربعون سنة وهو يدرس هذا الكتاب جملة أحاديث هذا الكتاب كما ذكر يعني أحد رواة أهم رواة كتاب السنن عن أبي داود ذكر أن أحاديث هذا الكتاب أربع آلاف وثمانمائة كتاب حديث أربع آلاف وثمانمائة حديث لكن بعض المتأخرين زاد في هذا العدد حتى أوصله خمسة آلاف ومائتين وأربعة وسبعين لماذا؟ لأن الإمام أبا داود يعني هذا أمر ليس بمستغرب لأن أبا داود كان يدرس هذا الكتاب سنوات طويلة فكان في كل مرة ربما زاد فيه فالذي روا أنه أربع آلاف وثمانمائة حديث ربما هذا في المرة الأولى لكن بعده زاد وزاد وزاد حتى وصل إلى خمسة آلاف ومائتين وأربعة وسبعين حديثاً كما ذكر هذا بعض المتأخرين هذا الحديث الكتاب العظيم أيها الإخوة اعتنى به المسلمون عناية عظيمة وشرحه الأئمة الكبار شرح في شروح عديدة وانتفع الناس به وأثنوا عليه ثناء عاطراً العلماء كانوا يرون أن الله سبحانه وتعالى وفق الإمام أبا داود لتأليف هذا الكتاب والاختطاط هذا المنهج بتوفيق خاص من عنده بهبة ربانية ولذلك يقول بعض العلماء بعض العلماء الكبار يقول ألان الله لأبي داود الحديث كما ألان لداود الحديد داود عليه السلام نبي من أنبياء الله الله سبحانه وتعالى قال وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم كان يصنع الدروع لكن ما كان يسخن عليها ويضع الحديد ويقص هذا لا كان ألان الله قال وألن له الحديد الله سبحانه وتعالى أكرمه قال وألن له الحديد كان الحديد في يده يتشكل بسهولة ويسر من غير أن يضعه في النار هذا العالم يقول إن الله قد ألان لأبي داود صاحب السنن هذا الحديث حديث الرسول عليه السلام يعني سهله ويسره ووفقه لترتيبه كما ألان لداود عليه السلام الحديد وهذا من باب الثناء على الكتاب وعلى ما فيه أبضينا مع هذا الكتاب سنين طويلة ومجالس عديدة لا نخلو فيها من التقصير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح أعمالنا وأن يستر عجزنا وعيبنا وتقصيرنا وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا نحمدك ونشكرك ولا نكفرك ونثني عليك بما أنت أهله أنت أهل الحمد والثناء يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أثررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا اللهم تجاوز عن سيئاتنا وتقصيرنا وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء اللهم إنا نسألك علما نافع ورزقاً واسعاً وحلالاً طيباً ودعوةً مستجابة اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم كما جمعتنا في هذا المكان في هذه الليلة المباركة في هذا المسجد المبارك كما جمعتنا في هذا المكان فاجمعنا في دار كرامتك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم امن علينا بالرضا والقبول واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبث أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل لنا من كل هم فرجاً ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الرضا والغضب والقصد في الفقر والغناء اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وعلى قضائك وقدرك من الصابرين اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم كما جمعتنا في ختام هذا الكتاب المبارك فارحمنا برحمتك اللهم ارحمنا برحمتك اللهم أفض علينا من جودك وكرمك ورحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم زدنا ولا تنقسنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم ألحقنا بعبادك الصالحين وحشرنا في زمرة سيد المرسلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا رب العالمين اللهم إن نسألك ونتوسل إليك ونتوجه إليك في هذا المقام وفي هذا المكان وفي هذا البلد وفي هذا المسجد وفي هذه الليلة أن تنصر الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان اللهم جار العدو وعز النصير وعظمة الفتنة ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم جار العدو وعز النصير وعظمة الفتنة ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم عليك بأعداء الملة والدين اللهم عليك بأعداء الملة والدين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك باليهود الغاصبين المعتدين الظالمين اللهم إنك قلت مخاطباً لنبيك صلى الله عليه وآله وسلم لتجدن أشد الناس عداوةً للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم إنه لا يخفى عليك إفسادهم اللهم إنهم أفسدوا في رردك ونازعوك سلطانك وقتلوا أولياءك اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخالف بين قلوبهم واجعل الدائرة عليهم اللهم مكن للمسلمين منهم يا رب العالمين اللهم انصر عبادك المسلمين المستضعفين في غزة وفلسطين اللهم صن حرماتهم واحقن دماءهم وانتصف لهم ممن ظلمهم اللهم انصر من لا ناصر له إلا أنت اللهم انصر من لا ناصر له إلا أنت يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم عجل فرجك لهم اللهم إنه لا يخفى عليك شيء من أمرهم يا رب العالمين هم عبادك هم تحت رحمتك وأنت أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم انصر عبادك المستضعفين في الصومال وفي السودان اللهم ارحمهم برحمتك التي وسعت كل شيء اللهم رد لهم أمنهم وأمانهم اللهم انصرهم في اليمن على القوم الظالمين ومكن للمسلمين المصلحين من ديارهم وأوطانهم اللهم مكن للمسلمين في ديارهم وأوطانهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى والرشاد يا رب العالمين وأحيي سنة نبيك وقوِّ عزائم المسلمين على الأخذ بها والتمسك بها وتعلمها يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل عملهم في رضاك ووفقهم لهداك يا رب العالمين اللهم اصلح أئمة وولاة أمور المسلمين في كل مكان اللهم اوفقهم لما فيه صلاح شعوبهم وبلادهم يا رب العالمين اللهم ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفوا عنا واعفوا عنا واعفوا عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين